بسم الله وعلى بركة الله أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان برنامج التريند بالتأكيد ومتابعة خاصة جدا عن بطولة كأس الأمم الإفريقية اللي بالتأكيد انطلقت بالأمس لقاء الافتتاح ما بين القد فوار وغينيا بساو جمهور النادي الأهلي العظيم بالتأكيد كمان خلال الفترة القادمة وعبر شاشة قناة الأهلي بالتأكيد هيكون عندنا بعض الأخبار والمعلومات عن استعدادات النادي الأهلي للفترة القادمة في ظل توقف الدوري حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية حالة النهاردة بالطبع هيكون فيها تفاصيل وكواليس وقبل ساعة أو ساعة ونص من موعد مباراة مصر وموزنبيق إن شاء الله على مدار الحالة هنتابع كل الأخبار وكل الجديد وقدر لإمكاننا حاول نوصل لتشكيل منتخبنا الوطني اللي النهاردة ضربة البداية لمنتخب مصر أمام منتخب موزنبيق في كأس الأمم الإفريقية ضربة البداية ولقاء الافتتاح ضمن مباريات المجموعة الثانية في كأس الأمم التي تصادفها القد فور حتى 11 من شهر فبراير المقبل الحالة فيها كواليس كتيرة وتفاصيل مهمة وهنتكلم كمان عن بعض المفاجآت المتعلقة باختيار الأطقم التحكمية وهنتكلم على مباراة مصر وموزنبيق وكمان عندنا إطلالة مهمة جدا على تدريب فريق النادي الآلي اللي بدأ حوالي الساعة 3 العصر في الظل أن الفترة القادمة قد يكون هناك معسكر أو مباراة ودية هيستعد من خلالها الجهاز الفني للموسم بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة وعايز يعني أسأل حضراتكم توقعاتكم كده لنتيجة مباراة مصر وموزنبيق في أمم إفريقيا ومين ممكن يسجل الأهداف تدريد شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال توقعات حضراتكم عبر صفحات القناة على السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على النتيجة وعلى مين ممكن يسجل أهداف مباراة النهاردة في لقاء مصر وموزنبيق بنسأل عليكم شوية المسألة مش عايزين توقعات للتشكيل ولكن النتيجة ومين ممكن يسجل أهداف اليوم نتمنى يا رب يكون في انتصار مهم جدا لمنتخبنا الوطني لكن نروح لأهم العنوي في تريند أفريقيا ضربة البداية للفرعنة أمام موزنبيق وكمان إشادة بالتحكيم المصري في مباراة الافتتاح وفي تريند الأهلي الفريق وصل تدريباته تحت قيادة كولر نروح لإستعراض مباراة اليوم والنهاردة عندنا جولة كبيرة جدا من المباراة نحن نتكلم في السبت والحد ده بيبقى قمة المباراة في الدورات الأوروبية أضف إلى ذلك كمان معنا النهاردة جولة جديدة من مباراة كأس الأمم الافريقية البداية بمباراة كأس الأمم في الكودفور يعني الشوط الأول انتهى منذ قليل بين نيجيريا وغينيا الاستوائية بالتعادل الإيجابي واحد واحد ساعة سبعة اللقاء الهام والمنتظر منتخبنا الوطني في مواجهة مع منتخب موزنبيق ساعة عشرة من مساء اليوم وفي إطار نفس مباراة المجموعة اللاثانية غانا في مواجهة مع الرأس الأخضر نروح لي السوبر الأسباني اللي بيقوم حاليا في المملكة العربية السعودية كلاسيكو الريال مع بارشلونة النهاردة في نهاية كأس السوبر ساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة نروح لي الدور الإنجليزي وانتهى منذ قليل الشوت الأول بتعادل سلبي ما بين إيفرتون مع أستون فيلا وفي الساعة السادسة والنصف منشستر يونيتد يصديف توتنهام الدور الإسباني ومنذ قليل كانت فيه مباراة ما بين ألماريا مع جيرونا خلاص بنتكلم في اللحظات والسواني الأخيرة سفر سفر بين الفريقين نروح لمباراة تنطلق الساعة خمسة وربع بين قادش مع فالينسيا الدور الإيطالي وفي مباراة يعني منذ قليل انتهت بفوز لاتسيو على ليتشي بهدف مقابل لشيء وفي مباراة بتقام الآن بين كالياري مع بلونيا تعادل إيجابي واحد واحد والساعة السابعة فورونتينا بيصديف أودونيزي وفي العشرة إلى ربع مباراة بيرة وقوية جدا ما بين الميلا مع روما دي أبرز مباريات اليوم وجولة من مباريات اليوم يوم مزدحم بالمباريات الهمة ولكن بالطبع مباراة ماصر ومزنبيق هي المباراة الأهم اللي اعتلقى اهتمام كبير جدا ومتابعة وكل التوفيق رب المنتخبنا الوطن هبدأ معاكم بالتأكيد بالنادي الأهلي والنهاردة بالتأكيد الفريب استعنف تدريباته اللي بدأت من يوم الخميس الماضي بنتكلم على مدار 72 ساعة ماضية كان فيه تدريبات يومية لمارس الكولر اللي وصل القاهرة يوم الأربع عمل برنامج تدريب ومحدد للفريب تدريبات يومية والنهاردة تدريب الساعة ثلاثة عشان منتخبنا الوطني عنده مباراة الساعة سبعة فهدي بقى فرصة للجميع أن يتفرج على مباراة منتخب مصر أمام منتخب موزنبيق تفاصيل كتيرة عن التدريب موقف اللاعبين المصابين الصفقات الجديدة اللي انضمت عمر كمال مع منتخبنا الوطني وسام بوعلي موجود حاليا مع الفريق بعد اكتياز الكشف الطبي والإعلان عن صفقة مهمة جدا للفريق في الفترة اللي جاية كل التفاصيل دي بالتأكيد عن عرفها دلوقتي من خلال زمن فاروق صلاح موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نعرف منه آخر الترتيبات وآخر الأخبار من ملعب التتش بي الجزيرة فاروق مسائل فل برحب بك زميل العزيز محمد سعيد برحب بكل مشاهدين ومشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان ولو تصبح لي في الوداية طبعا يا محمد أتمنى كل التوفيق كل دعواتنا النهاردة كل الجماهير المصرية في كل مكان لمسندة ومؤذرة المنتخب المصري اللي بيستهل مشواره إن شاء الله اليوم يعني في تمام الساعة السابعة أمام فريق منتخب موزنبيق نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله وكون بداية موفقة إن شاء الله نحو البطولة الثامنة بإذن الله في تاريخ المنتخب الفرعنة بإذن الله طيب هبدأ معاك كده مع بعض واحدة واحدة المنتخب أو النادي طبعا تركزنا كله على المنتخب النادي الأهلي رجع للتدريبات من يوم الأربع اللي فات أو يوم الخميس كلها رجع الأربع والأهلي بدع تدريباته الخميس يعني خميس جمع السابت النهاردة الحد بنتكلم في أربع أيام البرنامج التدريبي ماشي إزاي هل فيه فرصة لإقامة مباراة ودية في مصر هل فيه إمكانية لإقامة معسكر خارجي في الفترة اللي جاية يعني آخر الأخبار عندك يا فروه لو عندك تفاصيل في هذا الشأن يعني خليني يا محمد أخد الكلام من البداية وطبعا لا صوت يعلق فوق صوت المنتخب المصري ومشاركته فيه بطولة أمم إفريقيا للجميع طبعا بيتمنى كل التوفير للمنتخب المصري زي ما قلنا خلينا أقولك أن على هذا السياق طبعا الكابتن خالد دبيبو مدير القرى بالنادي الأهلي بالأمس كان على تواصل مع لعاب النادي الأهلي الثمانية اللي بينضمه طبعا ليه منتخب مصر أنا متواجدين مع المنتخب المصري كان ليه حديث طبعا مع الشناوي بيتطمن من الكابتن محمد الشناوي على اللعيبة ويتطمن على الاستعدادات اللعبة إن شاء الله وبينقله خالص تمنيات الجاز الفني بظهور الشناوي وأيضا يعني محمد محمد هاني ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم مران عطية إمام عشور حمود عبد المنعم كهربا وأيضا عمر كمال عبد الواحد لعب النادي الأهلي المنضم حديثا لصفوف النادي الأهلي اللي كان الكابتن خالد تواصل معه ويعني نقل له سعادة الجاز الفني بتواجده مع الفريق النادي الأهلي وانضمامه النادي الأهلي وأيضا بتمناله التوفيق في هذه البطولة بإذن الله هو وكافة لعب النادي الأهلي كابتن خالد تطمن من كل اللعيبة يعني على آخر الأمور بالنسبة لهم وتمنالهم التوفيق وزي ما قلنا يعني الجميع اللعيبة على تواصل أيضا لعب النادي الأهلي خلينا أقول لك برضو محمد كل لعب النادي الأهلي يعني النهاردة كانوا على تواصل مش فقط مع اللعبين المنتخب المصري أيضا مع علي معلول اللعب المنتخب التونسي أيضا برستاو وآليو ديانج كافة اللعبين الكابتن خالد بيبو تواصل معهم اللعبين إن شاء الله يتمنالهم التوفيق مستر مارسل كولر طبعا يعني التدريب محمد انطلق النهاردة في تمام الساعة الثالثة انتهى في تمام الساعة الـ 24 ديئة مستر مارسل كولر ده يعني وقت كافي عشان يقدر يتفرج على لعب النادي الأهلي وأيضا لعيب التابع مباراة المنتخب المصري على مدار الأيام الماضية تعرف محمد العودة من الأجازة أو يعني الرابعة الرحل الطويلة اللي حصل عليها للعبين يعني كان مستر كولر طبعا يعني مجموعة من القياسات تمت للعبين والجوانب البدنية اللي شغال عليها تيتسيا اندويا مخطط أحمال النادي الأهلي طبعا بتنسيق مع طبيب بتغذية النادلة للدكتور إهاب علي يعني ترتيب للمرحلة اللي هي بعد العودة من الأجازة بيبقى فيه تنسيق للجوانب البدنية والبرنامج التأهيلي للموضوع طبعا الفريق استانف ابتدت تدريبات الخميس الجمعة السبت النهاردة يعني تقدر تقول برضو لسه الجانب من الأمور الخططية أو الأمور البدنية وعودة طبعا انت عارف الأحمال بتبقى متدرجة شوية للعبين إلى جانب طبعا بعض الفقرات البدنية اللي بيكون باستخدام الكرة من اللعبين تقدر تقول لها محمد برضو عايز يعني بالأمس أقولك أن اللعب خالد عبد الفتاح يعني ده كان من الأمور اللي حدثت فيه تدريب للأمس خالد عبد الفتاح كان شعر بألام في العضلة الخلفية للقدم اليسرى طبيب الفريق الدكتور رحمد جبالله يعني فضل يعني يخرجه من المرام بعد شعوره بالألام وتم إجراء إشعة بالرنين والسنارة على خالد عبد الفتاح اللي أكدت يعني زي ما يعني قال الدكتور رحمد جبالله إصابته به شد فيه العضلة الخلفية للقدم اليسرى وبالتالي النهاردة يعني بدأ خلاص فيه البرنامج التائيلي ويدخل فيه مرحلة البرنامج التائيلي أجرى يعني بعض الجلسات الطبية وعمل له أيضا إشعة تانية الدكتور رحمد جبالله يعني بتقدر تقولي أن الأمور بالنسبة له بعد إصابته طبعا هيمشي فيه برنامج تائيلي خلال الأيام القادمة عايزة أمنك أيضا يا محمد على كلام كتير كلام بتقال على أو اجتهدات من بعض الجمهور أو بعض الزملاء على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الأخبار بتقول يرد سليم ينزل خلال 840 ساعة وعا عبدالقادر خليين لك الكلام ده غير يعني غير صحيح بالمرة اللعيبة فيه البرنامج التائيلي الموضوع موضوع ليها سواء عبدالقادر بطمنك عليه أمور بالنسبة لعبدالقادر طبعا اللي كان اشتكى طبعا أو يعني صبته كانت مزء في العضلة خليين أقولك أن الأمور بالنسبة له يعني أفضل على أفضل ما يكون بدأ مرحلة أخيرة في البرنامج التائيلي بالجاري حول الملعب خلينا طمنك برضو على أحمد نبيل كوكل اللي كان أصيب مع المنتخب المصري وطمنك أيضا على محمود متولي في مراحل التائيلي ريدا سليم خليني برضو أكدلك أنه خلاص بدأ في مرحلة اللي هي المتدر طولي المرحلة الأخيرة يعني المعظم اللعيبة اللي أنا بقول لك عليها محمد هي خلاص في المرحلة الأخيرة من برنامج التائيلي بس مش الكلام يعني اللي بتقل 14 ساعة أو تماريب 20 ساعة أو الأمور دي لا خليني يعني أحسم لك أو أجزم لك هذا الأمر أن جاهزية هؤلاء اللاعبين بالكامل لمباراة النادي الأهلي أمام فريق شباب بلوزداد طبعا أنت عارف أنت عندك متسع من الوقت مستر كولر الجهاز الطبي مش هيجازف بنزول أي لعب لي التدريب الجماعي إلا لما يكون تطمن لي سلامته طبيا بشكل كامل عندك طبعا زي ما قلنا محمد وقت كاف إن شاء الله قبل هذه المباراة لكن تقدر تقول الأمور محسومة بالنسبة لي يكونوا جاهزين إن شاء الله فضل يا محمد ريدا سليم ينزل تدريبات جماعية إمتى تقدر تقول يا محمد خلال يعني ثلاث أسابيع بالكتير يعني خلال ثلاث أسابيع يكون موجود في التدريبات الجماعية في نفس الوقت أنا أأكد نفس المدة محمد نفس المدة متولي وكوكا نفس يعني زي ما أكدت لك يا محمد أحمد نبيل كوكا متولي عبدالقادر ريدا سليم هيكونوا يعني في نفس التوقيت المدة تتراوح ما بين أسبوعين لثلاث أسابيع يكونوا الجميع اللعبين في التدريب الجماعي للنادي الأقلي ويصبح مشاركتهم أمر خلاص أمر فني بيغضع لمستر كولر زي ما يعني وضحت من خلالك يا محمد هيكون الأمر محسوم بنسبة له إن شاء الله وجازيتهم لمباراة شباب بلوزداد بإذن الله طيب وسامبو علي في المراني الجماعي ولا محتاج برنامج للفترة اللي جاية والحاجة التانية كمان يا فاروق المباراة الودية أو السفر في إمكانية إقامة معسكر خالي يعني خلينا أقول لك يا محمد وسام أبو علي واحد يعني من اللعبة اللي نتمنى طبعا يكون إضافة الفريق للنادي الآلي يعني من أول يوم ليه تم إجراء فحص طب شامل يا محمد أمر استغرق أكثر من سبع أو تمن ساعات طبعا برفقة الدكتور أحمد جبالله يعني عمل فحص طب شامل لكل الأمور وكل الأسئلة وكل الأمور الطم من ناحية الطبية بشكل كامل على اللاعب وسام أبو علي خلينا أقول لك أن وسام كان أجرى بعض الفحصات الطبية في الخارج قبل قدومه للنادي الآلي دكتور أحمد جبالله أصر على يعني عادة بعض الكشوف وأجرى فحص طب شامل طبعا أكد سلامة وجاهزية وسام أبو علي اللي نزل طبعا خد أجزاء من الجانب البدني على مدار أول يومين سواء يوم الخميس أو يوم الجمعة يوم السبت واليوم طبعا بدأ بقى يدخل فيه التدريبات مع العبين بشكل كامل شكل جماعي خلينا أقول لك إن شاء الله يكون واحد من الإضافات المهمة جدا لفريق النادي الآلي طبعا وسام عنده حالة من السعادة هو موجود داخل جدران للنادي الآلي كلامه مع اللاعبين الابتسامة اللي إحنا بنشوفه على وجه اللاعب وسام أبو علي قد يحقق أهداف لي كثيرية جدا مع النادي الآلي إن شاء الله سوف تكون على قدرة محاطة جماهير النادي الآلي ويقدر يضيف للنادي الآلي زي ما النادي الآلي طبعا بيضيف لأي لعب والرطبي قميصة للنادي الآلي طبعاً الأمور استقبال اللعبين يعني خلينا أقولك أن أيضاً بعض اللعبين يا محمد المتواجدين مع المنتخب المصري خلينا أقولك أن محمد شناو كابتن فريق النادي الأهلي يعني كان فيه تليفون ما بينه وما بين وسام أبو علي قدر أنه يهنيه بانضمامه للنادي الأهلي ويتطمن عليه تواصل من جانب لعاب النادي الأهلي مع وسام أبو علي اتمنوا له التوفيق تواصل ده محمد مش من اللعبة الموجودين فقط لكن اللعبة أيضاً الموجودة في المنتخبات الأخرى إن شاء الله يكون إضافة مهمة للنادر أهل فترة قادمة محمد يعني خلينا أقولك أن الفريق غداً هيستاني في تدريباته صباحاً إن شاء الله يكون تدريب الفريق يكون في تمام الساعة العاشرة صباحاً طبعاً من المقرر إن شاء الله محمد يكون في معسكر خارجي للنادر أهل بيتم الترتيب لي خلال الفترة القادمة من الممكن يكون آخر شهر يناير الشهر الحالي الحالي طبعاً بعض الأمور المطروحة هل من يكون ممكن يكون في الإمارات أعتقد كلها من الأمور المطروحة خلال الفترة القادمة يعني تقدر تقول خلاص بيتم الاستقرار ولقف على كافة الأمور الخاصة بهذا المعسكر خلال الفترة القادمة بإذن الله شكراً جزيلاً للزميل العزيز فاروق صلاح على كل هذه المعلومات وتفاصيل أعتقد جديدة كلها أخبار مهمة جداً على موقف بعض اللاعبين العائدين من الإصابة إصابة لخالد عبد الفتاح معسكر في الفترة القادمة وارد بنسبة كبيرة لو ناخد بنا من الجوز اللي تعرض للتدريبات ما فيش غير 15 لعب فقط ده قوام الفري الأول في الفترة اللي جاية كولر لما يعمل معسكر أو مباريات ودية أكيد هيحتاج يدعم بعدد كبير جداً من قطاع الناشئين لاستكمال صفوف الفري في المباريات الودية فاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم بقى عن أمم إفريقيا وآخر الترتيبات والاستعدادات لمنتخبنا الوطني قبل مواجهة موزنبيق الساعة 7 من مساء اليوم حفل افتتاح تاريخي بالتأكيد بالنسبة لكأس الأمم الإفريقية في القدفوار والشيء اللافت للنظر إنه حفل افتتاح بيعبر عن تاريخ القرى السمراء أولاً الفولكلوري الإفريقي وانت بتتفرق كده انتش بتتكلم بس على حفل افتتاح متعلق بس بالأفيال الإفوارية انت بتتكلم على 52 دولة أو بعد يعني زيادة الدول باعت 54 دولة إفريقية في الفترة الأخيرة أولاً الميزة في حفل الافتتاح مش بيعبر بس عن القدفوار لا ده كان بيعبر عن كل الدول الإفريقية ربط أفريقيا من الشمال للغرب للجنوب ووجود عدد من المطربين في هذا الحفل وكمان الأغاني مكادش باللغة الفرنسية ده باللغة الفرنسية والإنجليزية وكان الفنان المصري محمد رمضان موجود كمان عشان يعبر عن منطقة شمال إفريقيا والفن المصري بحديثه وبأغانيه باللغة العربية وترجمة الأغنية لللغة العربية عشان الحفل في حد ذاته يكون بيشمل كل القرى الإفريقية الميزة كمان أن الألوانات اللي كانت موجودة في حفل الافتتاح ألوان مبهجة ألوانات ما تحسش كده أن هي معمولة بشكل ارتجالي لا ألوانات تحس أنها مكملة بعضها حتى لما تم الكشف عن كأس الأمم الأفريقية كان حواليها أدخنة بلون علم الكود ديفوار فحفل افتتاح مبهج مبهر جميل جداً يعبر بجد عن القرى السمراء وأكيد كل حفل افتتاح وكل بطولة كل دولة بتحاول تقدم الفكرة في حد ذاتها في 2019 لما مصر نظمت كأس الأمم كان الهدف من حفل الافتتاح أنه يعبر عن القرى الافريقية بالحضارة الفرعونية والحضارة المصرية صور قدامكم على الشاشة زي ما تشايفين الألوانات جميلة جداً الصورة نفسها مبهجة أبصوا الأدخنة دي والألعاب دي كلها بلون علم الكود ديفوار الدولة المنظمة شعار البطولة في حد ذاته كان موجود رسمة القرى الافريقية الألوانات اللي أنتوا شايفينها كمان الهدف من الحفل الافتتاح أنه يعبر عن كل دولة في القرى الافريقية في دول بتعتمد على الزرة في دول بتعتمد على الصناعة في دول بتعتمد على الغناء والرقص الدول الافريقية تعتقدم دول غربي افريقيا فالحفل إجبالاً حفل مبهج جداً والكل كان سعيد بهذه الصورة اللي ظهرت فيه حفل الافتتاح طيب ده جانب الجانب التاني وإحنا عايزين نتكلم على مباراة مصر ومزنبيق رغم أن تاريخ الفرعنة دايماً ليه الكعب العالي على منتخب مزنبيق ولكن النهاردة محمد صلاح على موعد مع كسر العقدة التاريخية اللي ارتبطت بكل مبارياته الافتتاحية مع منتخبنا ضد الفرع الافريقية يمكن محمد صلاح على مدار مشواره مع منتخب مصر في كل مبارياته الافتتاحية مع المنتخب لا يحرز أهداف النهاردة بإذن الله هيكون محمد صلاح على موعد بإذن الله إن شاء الله لكسر هذه العقدة ولو إحراز هدف ده بالنسبة للإنجاز الفردي الإنجاز الجامعة أنا أتمنى يا رب إن شاء الله المنتخب يكسب ويحقق السلسة نقاط لإن ضربة البداية مهمة جدا ولكن الجزئية المتعلقة بنجم كبير زي محمد صلاح العالم كله بيتكلم عليه ومحمد صلاح في القد فور تحديداً هو النجم الأبرز من كل فرق البطولة وبن كل النجوم البطولة ولعبي البطولة فالنهاردة بإذن الله هيكون صلاح على موعد مع كسر هذه العقدة لأن في كل بطولة إفريقية مع موعد لقاء افتتاح لمنتخب مصر يعني التوفيق ما بيكونش مع نجمنا المصري محمد صلاح ولكن الجانب الإيجابي وهو جانب تاريخي متعلق إن منتخب مصر دايماً كعبه عالي وكعب عالي ومش كعب العالي بس على موزنبيق في النتائج لا ده كمان موزنبيق وش الساعد على منتخبنا الوطن المباراة الفتاحية لما بتكون مع موزنبيق منتخب مصر بيصل للنهائي وبنكسب البطولة نرجع مع بعض كده من أول عام 86 كاس الأمم اللي صدفتها مصر فيه 86 كانت مباراة الافتتاح مع موزنبيق كسبنا 2-0 كسبنا 2-0 ووقتها وصلنا الفاينل وكسبنا البطولة في 98 لقاء الافتتاح كان مع منتخب موزنبيق كسبنا أيضا 2-0 ووصلنا في فاينل مع جنوب إفريقيا وكسبنا البطولة في 2010 في أنجولا كانت مباراة الافتتاح مع موزنبيق وكسبنا 2-0 ولقاء النهائي كان مع غانا وكسبنا البطولة تتكلم على ثلاث مناسبات في أمم إفريقيا ضربة البداية مع موزنبيق تكسب وتوصل فينال وتكسب البطولة المباراة الرابعة منتخب مصر كان بيلم مع موزنبيق في تصفيات كأس العالم 2014 اللي أقيمت في البرازيل كسبنا 2-0 في لقاء الزهاب وكسبنا أيضا في لقاء الإياب 1-0 واللي أحرز الهدف محمد صلاح هل ينجح صلاح في إحراز هدف مقرر بعد 9 سنوات في مرمى موزنبيق ليكسر العقدة التاريخية مع المباراة الافتتاحية أم يكون هذا المكسب فرصة تاريخية لمصر أيضا للفوز على موزنبيق وتأكيد الجدارة التاريخية بالوصول للفاينال عندما تواجه موزنبيق في انطلاقة البطولة دي نقطة مهمة جدا اللي هي علاقة بمباراة منتخبنا الوطني مع منتخب موزنبيق بالمناسبة وأنا عايز أتكلم النهاردة على منتخب موزنبيق موزنبيق على فكرة نقدر نقول المنتخب الوحيد الاستثنائي اللي بيشارك في البطولة بـ 23 لعب فقط لم يستفيد من فكرة زيادة العدد إلى 27 أو حتى 25 المدير الفني اكتفى ان يكون معه 23 لعب وده الحد الأدنى اللي حدده الاتحاد الأفريقي يعني النهاردة هيدخل قايمة مباراته مع مصر بالـ 23 مش هيكون عنده حد برة القايم ولكن اللفت للنظر ان منتخب موزنبيق النهاردة عنده لاعب عمره 40 سنة وبيلعب فيه UDS نادي في موزنبيق ولاعب محلي ولكن تاريخه كبير جدا مع المنتخبات في السنوات السابقة عنده 40 سنة اسمه إلياسا بيلنبي 40 سنة أكبر لاعب في البطولة وفي نفس الوقت في هذا الجيل من منتخب موزنبيق فيه لاعب رغم أن كابتن الفريق أو قائد الفريق عنده 40 سنة ولكن أصغر لاعب الفريق عنده 20 سنة فارق عمري كامل 20 سنة ما بين قائد الفريق إلياس بيلنبي مع رينيلدو رينيلدو عنده 20 سنة وبيلعب فيه أتليتكو مادريد في إسبانيا وفيه كمان لاعب عنده 20 سنة اسمه فاتزيو بيلعب فيه في رفيارو الموزنبيقي يعني فريق عنده معدل أعمار سنية متفاوت من 40 سنة لـ 20 سنة نجمي الفريق حالياً بيلعب فيه نادي أتليتكو مادريد الأسباني اسمه رينيلدو رقم 15 وبالتالي أنت تتكلم النهاردة عن فريق قوامه معظمه بيلعب فيه الدوري المحلي وعنده لاعبين محترفين بس بنسبة قليلة جداً ما بين إسبانيا وبلجيكا وتركيا ده منتخب موزنبيق وأكيد الفارق الشاسع في القيمة التسوقية لمنتخبنا الوطني أعلى كتير جداً من منتخب موزنبيق طيب الجانب التاني وهتكلم فيه عن مباريات إفريقيا النهاردة النهاردة احنا بنتفرج على ثلاث مباريات نيجيريا مع غينيا الاستوائية دي ضمن مباريات المجموعة الأولى وهذه المجموعة اللي تفوقت فيها الكودفور بالأمس على غينيا بيساو 2-0 وبالتالي في الصدارة لقاء اليوم لو انتهى بالتعادل الإيجابي هتتغير شكل المجموعة لأن بالتأكيد الكل كان بتتوقع نيجيريا مع الكودفور بنسبة كبيرة جداً في المركز الأول والتاني مصر وموزنبيق النهاردة الساعة سبعة وفي نفس إطار مباريات المجموعة غانا مع الرأس الأخضر ده قدامكم على الشاشة جدول مباريات اليوم اللي هيتلاعب النهاردة بإذن الله مطش الساعة أربعة ده مستمر حتى الآن وفيه مطش الساعة سبعة وفيه مطش تاني الساعة عشر لو تتكلم على الأطقم التحكمات اللي هتديرها هذه المباريات مطش نيجيريا وغينيا مع الجنوب إفريقي طوم أبونجيل ومعاه على الفار الجزائري لحنو بن براهن مصر وموزنبيق هيدير المباراة الموريتاني دحان بيدا وعلى الفار بيتر كاماكو الكيني لو تتفرج على مباراة غانا والرأس الأخضر هيكون الحاكم الكنغولي جون جاك نادالا ويكون معاه على الفار الجزائري مصطفى غربال طيب دي مباريات اليوم بقرة في مجموعة من المباريات الأخرى تبتكلم على مباريات تانية فيها حاكم مصري يعني بقرة مثلا مطش السنغال وجنبي هيديرها الحاكم المغربي ردوان جيد ويكون معاه على الفار سمير قزاز طاقم صفارة كلها من المغرب لو على المباراة التانية بتتكلم على الكاميرون وغينيا هيديرها الحاكم الليبي معتز شلماني وعلى الفار الحاكم المصري محمود عشور ومعاه كمان ايفار الكابتن محمود البن دمكم على الشاشة هو ده الطاقم المصري بقرة اللي هيكون موجود في غرفة تقنية الفيديو في مباراة الكاميرون وغينيا الليبي معتز شلماني حاكم المباراة وعلى الفار محمود عشور ومحمود البن اللي هي يوم الاتنين بكرة الجزائر والسنغال هيديرها الحكم السنغالي عيسى سي والجابوني بير أتشو وعند الجابوني بير أتشو وعنده مصطفى غربال تعالوا بقى نتكلم على نقاط مهمة جداً متعلقة بطاقم التحكيم أولاً طاقم التحكيم مباراة الافتتاح طاقم تحكيم مصر بالكامل نرفع القبعة ونوجه الإشادة والمسندة لطاقم التحكيم بقيادة الحكم الدولي أمين عمر والمساعدان محمود أبو الرجال وأحمد حسان طاها والحكم الرابع محمد معروف وعلى تقنية الفيديو كان محمود عشور ومساعد تقنية الفيديو الإيفار الكابتن محمود البن لازم نوجه لهم التحية والتحية هنا لهم على مجهودهم الشخصي ومجهودهم الفردي مع كامل احترام للجميع ناس كتيرة هتقول لي ما دي منظومة لا الناس دي مبارح نجحت عشان هي اجتهدت عشان هي اشتغلت اشتغلت على نفسها وجهت صعوبات على فكرة وأنا مش من النوع اللي أنا ممكن أروح أجيب مسؤول في لجنة وأقوله مبروك الإشادة والتقييم والكلام ده كله لازم أدي كل واحد حقه محمد صلاح لما تقلق وتعاملك في الملاعب الأوربية كلنا قلنا وقتها ده مجهود شخصي من صلاح للأسف المجهودات دي والنجاحات دي ما بيجيش من تخطيط للأسف أنا بقول ده للأسف طاقم التحكيم اللي نجح مبارح ده نجح بناء على اجتهات شخصي من أمين عمر وابو الرجال وأحمد حسام طاها ومحمد معروف ومحمود عشور ومحمود البنة ليه أتذكر في إحدى المرات اللي كان فيها معسكر حكام النخبة الإفريقية المحترفين كان في مصر وعلى هامش هذا المعسكر كانت فيه مباراة القمة بين الأهل والزمالك وقتها أنا فاكر كنت متوصل مع لجنة حكام إفريقيا هل ممكن الكابتن أمين عمر يخرج من المعسكر ويدير مباراة القمة قالوا لي ياريت مش قالوا لي آه أو لا قالوا لي ياريت ياريت يخرج من المعسكر ويدير مباراة القمة سألت وقتها مصادر في اتحاد الكرة في لجنة الحكام هل أمينو عمر مرشح؟ قالك لا بعيد مين يا جماعة مرشح؟ قالك لا حاكم تاني مش أمينو عمر قدوا مساندة للحاكم المصري الحاجات دي بترفع من المعنويات وبتبقى صبورت قوي جدا مع لجنة حكام إفريقي قالك لا بريرا ليه وجهة نظر تانية ولجنة الحكام ليه وجهة نظر تانية ده واحد السنة دي وده رقم اتنين احسبوا عدد المباريات اللي قادرها أمينو عمر واللي لعب فيها أبو الرجال وأحمد حسان طهر من أول أسبوع الأول لغاية الأسبوع الحداشر لو لقيت حد فيهم وصل لأربع مباراة أو خمس مباراة يبقى عندك حق بل بالعكس هتلاقي في الفترة دي اتوقف أمينو عمر في الفترة دي أبو الرجال خد مباراة ما بين الأولى والتانية لمدة شهر فاضي ما بياخدش مطشاط التالتة لما الحكام الدوليين اللي بيشرفون دلوقتي في الكودفور لما طلبوا ياخدوا مباراة كتيرة عشان يستعدوا لكاس الأمم كان التعليق من لجنة الحكام وقتها أوكي هنديكم مباراة في قطاع الناشئين تعال يا دي المباراة في الألفين وتلاتة والألفين وخمسة الحكام الدوليين كلهم رفضوا كلهم رفضوا معدت كابتن طريق مجدي كان بيدير مباراة الأهل والجيش ألفين وتلاتة من حوالي ومن وبالمناسبة قناة الأهل كانت بيديها هذا اللقاء ده الحكام الدوليين اللي المفروض اتحاد القرى بيدعمهم قبل السفر عشان كده أم بريحو أنا بأكد على فكرة إن النجاح ده نجاح شخصي اجتهاد فرد دي مفيش منظومة وقفة مع الناس دي أمين عمر عنده برنامج تدريبي على مدار الشهر ما بينه وبين لجنة حكام إفريقيا مش لجنة حكام الاتحاد المصري لجنة حكام الاتحاد المصري ما عندهاش فكرة الحكام بتاعتها بتتمرن إزاي فالنجاح ده نجاح شخصي ده واحد الحاجة التانية كمان الدعم الإعلامي وإحنا هنا في برنامج التريند دايماً عندنا دعم إعلامي قوي جداً لكل حكامنا وحاربنا أنا بقول بنفس اللفظ كده كنا بنحارب على استمرار حكام في القائمة الدولية عشان اللحظة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي في ناس منهم كانت خرجت من القائمة الدولية وكانت فعلاً مش موجودة في لسة القائمة الدولية حاربنا عليهم عشان يكملوا رغم إن إحنا في بعض المباريات كان دايماً لدينا انتقاط شديد جداً لهم وكان فيه أخطاء كبيرة بتحصل في بعض المباريات ولكن إحنا عارفين إن الحكم ممكن يغلط ولكن المعدن في حد ذاته لا حكم محترم حكم بروفيشنال لو سندناه ودعمناه مش هتقرر الأخطاء وهيكمل وهيروح وهيسافر وهيكون موجود في مباراة الافتتاح وده حصل فعلاً ولسه الفترة الجاية بكرة محمود عشور في المباراة التانية ليه عنده مباراة الكاميرون وغينيا محمد عادل غالباً هياخد مباراة على نهاية هذا الأسبوع في مباراة تانية ليه الجولة الأولى مش هتعدي إلي لما يكون السبع حكام المصريين في البطولة بيحكموا سواء في الملعب أو في الفار أنا بأكد لكم الكلام ده وليه بأكد الكلام ده فاكرين برنامج التريند لما انفرض ونشر تصنيف حكام إفريقيا قبل انطلاق كاس الأمم وهتهى قلت لحضراتكم التصنيف ده اللي على أساسه هيتم الاختيار في مباراة كاس الأمم وبالفعل كل لحظة اتكلمنا فيها على التصنيف اللي انفرضنا به ده اللي بيحصل دلوقتي في التعينات محمود عشور بياخد مباراتين لانه من أهم حكام الفار في كاس الأمم النهاردة لو تتفارج تلاقي ردوان جيد اللي موجود في قائمة حكام النخبة حكم ساحة وحكم فار لما تحط في قائمة كاس الأمم محطوط حكم فار ولكن النهاردة الكاف يستعين به حكم ساحة حكم ساحة وده يخلينا نرجع لجزئية تكلمنا فيها قبل كده ادي لحكامك شارة الملعب وشارة الفار لانه ممكن يتم تصنيفه وبناء على الشارة دي ردوان جيد مصنف في كاس الأمم حكم فار فقط ولكن تم الاستعانة به في الملعب بكرة تم الاستعانة به في الملعب بكرة نفس الامر على مصطفى غربال متصنف في حكام كاس الأمم انه هو حكم ساحة ولكن ارجع لقائمة التصنيف الأساسية اللي الكاف يشتغل عليها بيدي له مباريات فار وبيدي له مباريات ساحة والنهاردة مصطفى غربال موجود حكم فار نفس الامر سامير القزاز موجود في البطولة حكم ساحة لكن النهاردة او بكرة مع ردوان جيد موجود حكم فار الفرق قيمة الحكام المصنفة اللي كنا استعرضناها وانفرضنا بيها على شاشة قناة الآلي كانت فيها اسماء حكام مكتوبة باللون الأزرق ومكتوبة باللون الأسود اللون الأزرق ده يحكم ملعب ويحكم فار اللون الأسود بس يحكم ملعب أمين عمر عشان متسجل باللون الأسود حكم ملعب بس وانبالح كان موجود في افتتاح كاس الأمم لكن من اللي متسجل في القايمة دي أزرق وإسود عد معايا مصطفى غربال بيتر قاماكو اللي النهاردة هيكون موجود فار في ماتشو مصر وموزنبيق رغم انه هو في كاس الأمم محطوط حكم ساحة النهاردة هيكون حكم فار مع الحكم الموريتاني ده حنبيدة من تاني متسجل أزرق عندك كمان غير بيتر قاماكو مصطفى غربال عندك ردوان جيد عندك سامير قزاز عندك هيسا مقيرات الحكام ده هتشوفوها في الملعب في الفار عندك محمد عادل متصنف في أفريقيا حكم ساحة وحكم فار رغم ان الليست عندنا الدولية في مصر محمد عادل مش معاه شارة الفار معاه شارة الملعب بس التصنيف اللي استعرضناه قبل كده ببرنامج التريند هو النهاردة اللي بيتم الاختيار على أساسه في مباريات كاس الأمم عشان كده احنا الفترة الجاية كل ما يكون في جديد في التعينات وفي تشكلة التعينات هنقول لحضراتكم الكاف بعين الحكام إزاي وركزوا على تصنيف الحكام هتلاقي الحكام المصنفة تصنيف أول سواء في الإليت ايه أو في البروفيشنال هم اللي بيديروا مباريات الجولة الأولى هم اللي موجودين في الملعب وفي الفار هم اللي موجودين في الملعب وفي الفار هتلاقي ده حنبيدة هتلاقي مصطفى غربال هتلاقي أمين عمر هتلاقي محمد عادل هتلاقي محمد معروف وبعد كده هيبدأ بقى تدي المباريات السهلة للحكام الأقل في التصنيف وبعد دور المجموعات تبدأ تفلتر وتختار المجموعة المميزة اللي هيكمله معك البطولة البطولة دي مهمة جداً لأن بناء على النتائج في هذه البطولة هيتم اختيار حكام كأس العالم عشرين ستة وعشرين في الولايات المتحدة الأمريكية ده جانب مهم جداً عن ملف التحكيم لأن اللي بيحصل فيه يومياً تأكيداً لكل خبر وكل انفراد قلنا قبل كده لما نشرنا قيمة المصنفين في المحترفين وفي الإليت إيه منتخبنا الوطني على موعد مع التاريخ منتخبنا الوطني على موعد مع كتابة إنجاز جديد حققنا سبع ألقاب إفريقية وليما لا؟ تكون هذه البطولة بإذن الله هي البطولة التم طيب منتخبنا الوطني بالتأكيد هيكون بيستعد لبطولة الأم الإفريقية والاستعداد مختلف جداً النهاردة في تريند إفريقيا والبداية هتكون مع بعض المعلومات المكتوبة في حسابات السوشيال ميديا البداية معنا من حساب سبورت 368 مصرية وبالكلمة على تاريخ مواجهات مصر وموزنبيق اللي استعرضتها مع حضراتكم منذ قليل منتخب مصر لعب خمس مباريات مع موزنبيق كسب في الخمس مباريات واستعرضت معاكم دلوقتي الثلاث مباريات اللي كانوا موجودين في كأس الأم الإفريقية وإزاي قدرنا نكسب ونصل للمباراة النهائية فموزنبيق بين نسبانا هي وش الساعة طيب لما نروح بقى على عين على المنافس والمنافس اللي يواجه منتخب مصر في كأس الأم الإفريقية النهاردة حساب يلا كورا عمل حاجة جميلة جدا في عين على المنافس وتكلم على أبرز خمس لاعبين في منتخب موزنبيق الذي يواجه منتخبنا الوطني اليوم في افتتاح كأس الأم الإفريقية قدامنا بالتأكيد أبرز خمس لاعبة الأساس طبعا لعب أتلتكو مادريد رينلدو ده من أهم اللاعبة فيه كمان لعب بلعب في الدوري البرتغالي وفيه لعب بلعب في الدوري الموزنبيقي فيه كمان الدوري الفنلندي يعني رغم أنها دوريات مش قوية جدا ولكن لما نبص على أسماء اللاعبين فيه أعمار سنية صغيرة وفيه أعمار سنية كبيرة فبالتالي المنتخب خاليط ما بين الخبرة والشباب طيب لما نروح لحساب المصري اليوم على الفيسبوك وحساب المصري اليوم النهاردة بيتكلم على موزنبيق وش السعد على الفرعنة في الكان حصد الثلاث نقاط معناه التأهل للدور المقبل والفوز باللقب وده اللي كنت بتكلم عليه في بداية الحالة أن منتخب موزنبيق واجه مصري في افتتاحية ثلاث نسخ من الكان والنتيجة مش كان فوز الفوز في المباراة بس لا ده حصد الثلاث ألقاب طيب لما نروح بقى على حساب اليوم السابع وحساب اليوم السابع على الفيسبوك بيتكلم على مسيرة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بصوا جماعة 25 مشاركة وهي مشاركة تاريخية المنتخب الأكثر مشاركة في كأس الأمم الإفريقية لعبنا في بطولة الأمم 107 مباراة كسبنا 60 لقاء اتعدلنا في 20 مباراة خسرنا 27 مباراة وأحرزنا 168 هدف من المنتخب اللي بيأتي بعد منتخب مصر منتخب الكودفور منتخب الكودفور مباراة كانت المشاركة رقم 24 ليه في كأس الأمم الإفريقية والمباراة الكمية يعني من إطار المشاركة في 24 بطولة لعب 100 مباراة فمباراة كانت المباراة الكمية لمنتخب الكودفور لكن منتخب مصر بيتفوق في عدد المشاركات وبيتفوق في عدد المباراة طيب لما نروح كمان لليوم السابع وحساب اليوم السابع على الفيسبوك بيتكلم على ضربة البداية ماذا يفعل منتخب مصر في أول مبارياته في أمم إفريقيا في آخر عشر نسخ طيب نبدأ كده من النسخة الماضية مصر مع ناجيريا في جروة بالكاميرون خسرنا 1-0 2019 كسبنا زمبابوي في القاهرة 1-0 2017 كانت البطولة في الجابون اتعدلنا مع مالي 0-0 طبعا غيبنا عن 2015 و2013 وكمان 2012 لكن في 2010 لما لعبنا في أنجولا كسبنا ناجيريا في لقاء الافتتاح 3-1 وفي 2008 البطولة اللي تلعبت في غانا كسبنا الكاميرون في لقاء الافتتاح 4-2 ولما لعبنا في 2006 في مصر كسبنا ليبيا 3-0 طب 2004 في تونس كسبنا زمبابوي 2-1 ولما لعبنا 2002 في مالي كسبنا أو خسرنا خسرنا من السنغال 0-1 البطولة دي كانت معنا فيها تونس كانت السنغال وتونس كسبنا تونس وكملنا في البطولة طيب البطولة اللي تلعبت سنة 2000 في ناجيريا وغانا ضربة البداية كانت مع زمبيا وكسبنا 2-0 ولو نرجع شوية لبركينا فاسو 98 كسبنا مزمبيق 2-0 دي نتائج منتخب مصر في أول مباريات الافتتاحية في آخر عشر نسخ من كأس القوم الافريقية الجميل في النسخ دي اللي احنا حضرنا وعشنا أجواء كل هذه البطولات في السنوات الماضية يعني البطولات بتجرب سرعة وتاريخ منتخب مصر الحمد لله مشرف جدا في القرى الافريقية طيب نروح لحساب تليجراف والنتكلم فيه على المال حساب تليجراف مصر على تويتر قال أن المال بيتحدث عن القيم التسويقية لمجموعة مصر في أمم إفريقيا منتخب غانا هو الأعلى في القيمة التسويقية 195 مليون دولار مصر 135 مليون الرأس الأخدر كاب فيردي 27 مليون منتخب موزمبيق 20 مليون لو بتتكلم على القيمة التسويقية لنجم هذه المجموعة المال هنا بيتحدث وبيقول أن محمد صلاح هو أعلى قيمة تسويقية في نجوم هذه المجموعة 56 مليون دولار يليه محمد قدوس لعب غانا 45 مليون دولار أرقام مهمة جدا وكبيرة جدا طيب نروح لحساب الوطن الرياضي وبتكلمه على أرقام فيتوريا مع منتخب مصر قبل بداية مشوار أمم إفريقيا طيب فيتوريا قدار مع مصر 14 مباراة كسب 12 اتعادل مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة كانت مباراة ودية أمام منتخب تونس والمباراة اللي اتعادلها كانت مع منتخب الجزائر في الإمارة طيب حساب ليفربول النهاردة كمان أكيد لإطلالة على محمد صلاح وقال كلام مهم جدا على انطلاقة صلاح في كأس الأهم ده قدامك هم حساب ليفربول الرسمي بيقول فيه ان محمد صلاح ومنتخب مصر في بداية مشوار كأس الأهم الإفريقية 2023 ضد موزنبيق بالتوفيق يامو ده الحساب الرسمي لفريق ليفربول هو بتكلم على محمد صلاح طيب تشكيل منتخب مصر خلاص احنا بتكلم دلوقتي بقى على المباراة حوالي يعني ساعة وربع تشكيل منتخب مصر زي ما انتوا شايفين طبعا على الشاشة محمد الشناوي في حراسة المرمى عند قط الدفاع من اللي ميل الشمال محمد هاني زهير أيمن محمد حمدي زهير أيصر محمد عبد المنعم وأحمد حجازي اتنين مساكين وسط الارتكاز حمدي فاتحي أحمد سيد زيزو ومحمد النني في الهجوم محمد صلاح مصطفى محمد محمود تريزيجي يعني ما فيش فيه مفاجآت التشكيل كما هو المتوقع في الساعات الأخيرة البعض كانت بيتوقع ممكن إمام عشور يبدأ على حساب زيزو ولكن احنا كلنا شفنا الروي فيتوريا إزاي كان بيفكر في الجانب ده عشان صلاح ما يرتدش ويعمل جانب دفاعه فيبقى أحمد سيد زيزو يقدر يعمل الجانب ده تبص على الجابها اليومنا كان فيه كلام عمر كمال عبد الواحد ولكن روي فيتوريا شاف محمد هاني سواء هاني أو عمر كمال اللي اتنين وواحد كان فيه تفكير يلعب بالفتوح أو أحمد فتوح ولا يلعب بمحمد حمدي ولكن نسبة المشاركة وعلى دى المباريات لمحمد حمدي كانت أكبر فدى الفرصة النهاردة لمحمد حمدي يكون فيه انطلاقة البطولة طيب نروح بقى كمان لحساب بكورة على الفيسبوك واللي قال محمد صلاح وعقدة المباريات الافتتاحية مع منتخبنا الوطني وده الجانب اللي كنتم أتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة في بداية الحلقة هل صلاح ينجح في كسر العقدة ولا لا بصوا جماعة مع بعض كده نبص على كل المباريات الافتتاحية لصلاح مع منتخب بص لم يسجل أبدا في نسخة 2017 كانت مباراة مالي لم ينجح فيه إحراز أي هدف في نسخة 2019 في مصر كانت لقاء مصر مع زمبابوي كسبنا المباراة ولكن صلاح لم يحرز في نسخة 2021 لعبنا مع نيجيريا خسرنا ولكن صلاح لم يحرز أي هدف فيه اللقاء تحدي جديد في انتظار اليوم لمحاولة فك العقدة أمام منتخب موزنبيق طيب ده الأمور المتعلقة بتريند أفريقيا وأبرز النقاط المتعلقة بالسوشيال ميديا والحديث عن الجوانب الرقمية لمنتخبنا الوطن طيب نروح بقى في الجزء الأخير من البرنامج للجانب المتعلق بالمشاركات والسؤالية راحناها في بداية الحلقة لما سألنا على توقعاتكم لنتيجة وممكن مين النهاردة يسجل الأهداف هل الناس متفقلة ولا مش متفقلة تعالوا مع بعض نشوف التوقعات البداية برمضان حمدي بيقول بإذن الله فوز مصر 02 والأهداف صلاح وكهربا يعني كهربا ينزل بديل ويحرز هدف هبا بتقول إن شاء الله فوز مصر 02 ربنا يكتب لهم التوفيق يا رب بإذن الله إهاب بيقول 30 إن شاء الله لمصر تحياتي ليك أستاذ محمد شكرا جزيلا ليك يا أستاذ إهاب حنان بتقول إن شاء الله منتخب مصر يسعدنا أداء ونتيجة وأتوقع الفوز لمصر 30 حلو أول تفاقل ده أسامة بيقول 02 تريزيجي ومصطفى محمد والأتنين في التشكيلة الأساسية فايزة بركات بتقول إن شاء الله 20 صلاح وتريزيجي يا رب عبد المنعم عصام بيقول فوز مصر 02 إن شاء الله محمد صلاح وعمر مرموشي يعني معنا كده إن عمر هينزل بديل وممكن يكون ليك تأثير في المباراة ويحرز هدف ويساهم النهاردة في تقدم منتخب مصر والفوز في أول لقاء افتتاحي أمام منتخب موزنبيك المباراة مهمة وصعبة وعلى الورق أكيد المباراة ممكن تكون سهلة ولكن المطشي محتاج جهد كبير جدا الجلالة المصرية في أبيجان احنا بنتكلم في حوالي 1500 مشجع ممكن النهاردة يكونوا موجودين ولكن اللي هيدي دفع أكبر لوجود عدد جماهير أكبر هي الجماهير اللبنانية الجالية اللبنانية المتواجدة في أبيجان كبيرة جدا منهم نسبة كبيرة بتشجع منتخبنا الوطني في الحلقات اللي جاية هحاول القادر إن كان يعني نجيب لكم صور وفيديوهات من الجالية اللبنانية في أبيجان اللي هتحضر مباراة منتخب مصر عشان تشجع منتخبنا في كل مباراة كأس الأمم الإفرقية في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد في برنامج ألترين شكرا وإلى اللقاء